تمضي إيران في خطة حيمنتها على مناطق نفوذ النظام السوري وفق تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان أكد تغلغ الميليشيات طهران وسعيها لتغيير ديمغرافية تلك المناطق لا سيما في غرب الفرات إذ بادت أشبه بمحمية إيرانية على التراب السوري حيث زار أعضاء لجنة أمنية إيرانية كبيرة تضم عسكريين وإداريين ورجال دين عدة نقاط أمنية وعسكرية في مدينة البوكمال بينها مستودعات تابعة للواء فاطميون الأفغاني لإجراء جرد للسلاح وتقييم نشاط هذه الميليشيات وباقي الميليشيات التابعة لها في محافظتي الرقة وأيضا دير الزور وتستغل إيران الوضع الاقتصادي المتدهور للترويج لمشروع الهيمنة فرفع الحرس الثوري الإيراني بدير الزور المرتبات الشهرية لعناصره بنحو ثلاثين في المئة وفي موازات ذلك لا تخفل الجانب الأيديولوجي إذ تستمر إيران بنشر الأفكار الطائفية بين الأهل والأطفال على وجه الخصوص وكما غرب الفرات كذلك بادية حمص حيث نشرت ميليشيا كتائب الإمام علي عددا من الحواجز والنقاط الأمنية حول مدينة تدمر شرقي حمص والتي وصلها وفد خبراء من ميليشيا حزب الله اللبناني وأسلحة لموقع التليلة الذي تسيطر عليه ميليشيا فاطميون الأفغانية فيما قوافل ما يطلق عليها الزوار الشيعة تواصل رحلاتها من البكمال إلى دمشق مرورا بتدمر ورقة العقارات لا تخفلها طهران من حساباتها كما يحدث في ريف دمشق من عمليات شراء نهيمة في المعظمية لصالح الميليشيات الإيرانية إما بالترغيب أو الترغيب فمثلا على الحدود السورية اللبنانية اشترت الميليشيات التابعة لإيران أكثر من 640 قطعة أرض في الزبدان ومحيطها وما لا يقل عن 720 أرضا في الاطفال ومحيطها أيضا كما ارتفع عدد الشقق التي استوطنت فيها تلك الميليشيات بتسهيل من ميليشي حزب الله اللبناني أكثر من 550 شقة عملا بخطة إيران الممنهجة العسكرية والإيديولوجية والديمغرافية وغيرها